اكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ان احد اهداف التغيير المنشوت هو ان يكون السودانيون بجميع طوائفهم وديانهم ومجموعاتهم موحدين واشار حمدوك لان الحكومة تتطلع لانجاز التغيير والانتقال الديموقراطي بعد سنوات اليمة من الاستبدال واثارة الفتن والاقصاء المتعمد لمكونات دون الاخرى واصل مركز الملك سلمان للغاثة والاعمال الانسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في عدد من المناطق السودانية واجرى توزيع 13 طن و200 كيلو جرام من السلال الغذائية في ولاية وسط دارفور استفاد منها 2400 فرد وتوزيع 40 طن و260 كيلو جرام من السلال الغذائية في الجلابات الشرقية بولاية القضارف استفاد منها 7320 فرد وتوزيع 13 طن و860 كيلو جرام من السلال الغذائية في محلية مدخ بولاية وسط دارفور استفاد منها 2520 فرد أعلنت ولاية شمال كردفان حالة الطوارئ الصحية بالولاية وقضى القرار بمنع الاحتفالات في المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع الافطارات الجماعية ذات الطابع الاتماعي والسياسي والقبلي ومنع صلاة التهجد في المساجد وتخفي صلاة الجمعة والطراويح والعيد مع الالتزام بارتداء الكمامات والمعاقمات وإلزام جميع المدارس بالاشتراطات الصحية تمكنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور من القضي على مجموعة من المواطنين من بينهم أفراد يدبعون للقوات النظامية تورطوا في سرقة مقر بعثة اليوناميد شمال نيال وبحوزتهم مضبوطات وكان مقر البعثة الذي يدبع للكتيبة تنزانية تم تسليمه لحكومة الولاية في شهر مارس الماضي أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن طرح أكبر مشروع شركات متكامل لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الأخرى في مؤتمر باريس في السابع عشر من مايو الجاري ويقع المشروع في ولايات شمال كردوفان وجنوب دارفور بمساحات لا تقل عن مليون فدان